إذن عقدت القمة السابعة لقادة مجموعة الدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي يوم الثلاثاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس وفي هذا الصدد أجر مراسل مجموعة الصين للإعلام مقابلة حصرية مع وزير الخارجية الأرجنتيني سانتييغو أندريس كافيرو نشكر الرئيس شيجينبين على كلمته المصورة لأن مشاركة الصين مهمة جدا من نسبة لنا وشاركة الصين في هذه المناقشة وتبادل الآراء بشأن التنمية الإقليمية ويمكنها تعزيز التعاون وتنصيق جداول الأعمال متعددة الأطراف في القضايا ذات الصلة كما أن دلالة تعددية الأطراف يثريها التعبير المشترك عن آراء مختلف البلدان حلاوة على ذلك فإن مشاركة الصين في مناقشة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي لها أهمية كبيرة لأن الصين شريك تجاري مهم لمعظم البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكريبي لذلك نتطلع إلى تعميق التفاهم والمتبادل مع تطوير هذه العلاقة الاقتصادية والتجارية ترجمة نانسي قنقر